أصداء قرارات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدءا من انسحاب كتلته من البرلمان مرورا باقتحامه إلى الاعتصام فالمطالبة بإعادة الانتخابات لم تتوقف عند حدود الشأن البحلي العراقي بل كان لها صداها الواسع في القراءة العالمية للأحداث المتسارعة التي تشهدها العملية السياسية في العراق تقرير أعده معهد السلام الأمريكي صلت الضوء فيه على تحركات الصدر حيث كشف تقرير الأمريكي عن اتساع شريحات المؤيدين من الشارع العراقي لما يسعى إليه الصدر سيما مع اتساع رقعة الإخفاقات في النظام السياسي وتقرأ الأوساط المختصة بفهم السياسات الدولية بحسب المعهد الأمريكي على أن زعيم أكبر كتلة في البرلمان كان لها ثقلها قبل وبعد الانسحاب إذ كشفت عن نية حقيقية لإجراء تغيير في المعادلة السياسية التي تعاني حالة الانسداد المتفاقمة وهذا ما يريده الصدر كما يؤكد تقرير الأمريكي أنه يمتلك أهدافا معلنة في تغيير النظام السياسي ومحاربة الفساد واتفق الباحثون في الدراسة الأمريكية لقرارات الصدر وتأييد أنصاره والصدى في ميول السياسيين لما يسعى إليه الصدر على أن خطوة إعادة الانتخابات قد تكون حلا جذريا لانسداد السياسة العراقية شريطة مشاركة أوسع من تلك التي شارك بها العراقيون في انتخابات تشرين الماضية ما يعني بحسب التقرير الأمريكي أن على قادة البلاد والمجتمع الدولي الوقوف بجدية حيال الأزمة السياسية لمعالجتها ومواجهة مشكلاتها المتفاقمة لإعادة بناء البيت السياسي والذهب نحو طبقة سياسية تتشكل رسالتها على مبدأ الاقتراب من معاناة العراقيين وتنهي شرخ الثقة الذي يتسع لمساحة أكثر خطورة في البلاد ترجمة نانسي قنقر